ها هم ما تخافيش يا معلمي سندرا ما تخافيش مالك الجهوي بعيوني بعيوني يا معلمي ومش بس بعيوني الجهوي بعيوني يعني تخافيش ها تمام يا معلمي طبعا هاي يعني اكيد عارفها والله وحفظها كمان الزبون دائما على حق ما معروفة ها يا معلمي والله العظيم اللي احط الزبون بنص عيوني برضو تخافيش انت بس انت بس رايح حالك ورايح امورك كثري سوائل ابعتلك مرة مية تمام تمام زي ما بدك زي ما بدك مش مشكلة مين ورد اه تمام يا معلمي تمام ابشري ابشري من عيوني اكيد اكيد طبعا ولا يهمك ولا يهمك اول ما ينزل الطلب راح تلاقييني عطول اول ما يطلب ونزلت الطلب دغري اكيد ولا يهمك ابشري ابشري اهلين اهلين معلمي اهلين اهلين انشانتي انس ورد انشانتي كيف حالك طبعا يعني نورتي نورتي للجهوة انا شاكر يعني بحب اعرفك عحالي انا الجنرالز موتورز اقصد الجنرالز مانيجرز هون في الجهوة الكل في الكل يعني وصو نورتينا طبعا تقدري تحكي لي يعني شاكر بدون جنرالز الله يصعد قلبك مع حلاكي اه كيف حالك شو لايك في المريول حلو؟ اه جاد طب والله ما بيغلى عليكي ها هاي المريول تقدري تعطيه له مين ما بدك وتخديه وين ما بدك احاوض بلابنا الخبثة والخباثة يا زمن تمتها هون بسم الله عليك يا الظلم انا هون لما قلت لها نديني شاكر حاف من دون جنرال طيب يقعد 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 تفضل شو يا شاكر شو مال هالقهويك زي مدينة الاشباح وين البشر؟ هل تعرف ايش؟ هى تالة مفلوزة اتشي اه وبشار مفلوز اتشو وساندرا مفلوزة زي ما تقول ما قلت جاعد بتغمزلي اذا مش فاهم انت بقولك مفلوزين اه ها ها مفلوزين ايوه مفلوزين اه مفلوزين اوه معلومي يا سيدي الجهوي اسكى محلي اغليها وسط ويريد تفهم علي ايوه طاق طاق طاقية خبرو خبرين ومية شايف حالي بو ينسون شهورات ومعرامية دفع معنا على اخبار وشوف الخلطة السحرية وضع يبال بزوك الزوك وضع يوم العربي لا فساد ولا بطال ولا فكر ومحسوبي وضع المواطن على العال والصحامي زيبك من طول السيرة وحط الفنشينة صينية وشيل الغلاية عان الغاز وصب الجهوة مغلية في جهوة مغلية مزبوط في جهوة الحرية انا قبل شوية حكيت معي لمعلمة ساندرا فتقول لي شو واحد اسمها ورد جاي هون فيعني انت عارف ان انا خالص ولا حب في الحكي مع البنات اه تربش انت اه اه بالضبط ابوه كان يقول لي تربش صح فزي ما تحكي يعني بدي هيك اصير قاهر قلوب الانسات وجاذب قلوب الانسات زيك يعني يعني قصدي مش انت الانسات انا قصدي اصير يعني زيك دك تصير زيي لا يا شاكر صعبة هاي صعبة كتير شو اللي صعب انت اجربني شو بتخسر يا شاكر صعبة يا زرم شو بتحكي انت قاعد؟ مجربني شو اللي اجرب فيك يا زرم تقعب تقول لي قاهر قلوب اللي انسات والي زرم انت بدك مئة وخمسين سنة لتصير ربع علاء مئة وخمسين سنة؟ بعدين مين قلت بتصير ربع علاء؟ يعني انا ثلاثة بالمية من علاء بيكفوني اه اه بسعدك حبيبي قلتلي اه شو اسمها الصوية؟ اه خلاص تحرج نيجي اسمها ورد ورد؟ اه والله حلو الاسم اه حلو وبعدين مش حاس انه بس اسمها هيكون حلو يعني حاس هيك يعني كلها هتكون حلوة هيك ومتجنن ونعيش مع بعض ونحب في قصة حب هيك اه فرشان اه ونروح تيتنك ونروح على سجف السير يكون انبسط على سجف السير؟ اه ونخلف شواكر هيك وشكرات ونلعب هيك مع بعض ياه كيوت اه ها 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 السلام عليكم وعليكم السلام حبيب تدي ايوان من هناك.. الباب التاني هاي 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 اوعى تأشر وتعطيني ظهرك بدا في نقفي ارضك يا ابا اوعى احترم نفسك مش هيقاهودة الحرية اه مظبوط تفضل انت شاكر؟ انا شاكر اه والجينرالز مانيجرز انت الشغيل انت الشغيل تعمل ليش فيها حركات حبيبي انا ورد انا ورد ابو عرب سياسي مخضرم على ايدي اليمين ايدي اليمين غصن على ايدي اليسار ايدي اليسار شوك اهلا وسهلا وصراحة بعد التعدلات الدستورية انا قررت اعمل حزب سياسي الي فلضرورة الدرامية اخترت قهوة الحرية لاطلاق حزب السياسي الجديد رح اطلق حزب مبني على المصلحة الشخصية والخاصة حزب للناس اللي فهم السياسي صح والسياسي يعني انه انت اللي تستفيد والوطن يحمي نفسه بنفسه روح قررت ااخد هاي الاستنى لا تحجزة بس اخلص الف مرة قلتلك المهم خلي 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 متحمس متحمس المهم فراح اطلق حزبي حزب المستقبل الاسود من قهوة الحرية روح اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا فضلوا يا جماعة حبيب شكرا لا من بعد اهلو اه يا اما اه رجعت الكهرباء طب ممتاز الحمد لله يعني الامانة حلت مشكلتها مع شركة الكهرباء طب الحمد لله ما قلتلك يا اما افن جانجة ويقعدوهم مع بعض وخلص بتنحل المشكلة شو ثلاجة يا اما مو اند ادبر 150 ليرة لاخر الاسبوع يا اما طيب خلص بقى بتصرف بتصرف ماشي ماشي يعني ما انا قلتلكم مشان الله افصلوا افصلوا فيش الثلاجة لما تقطع الكهرباء ما حدش بسمع كلامي ما انا لو معاي مصاري كلكم بتسمعوا كلامي ما برجع المحول قوي بيفقع سبعة فاز انتوا فهمين علي فهمين عليكم لا مش فهمين انا بدي الناس تشوفني صديقهم حبيبهم وقالي نعمتهم بدي يشوفوني ما يستدقوا يحسوا ايش الخير اللي اجانا ايش هالرجل العظيم اللي اجانا انت فهمين فهمين يسعد مساكم علمنا كبيرنا زعيمنا عظيمنا ابو عرب كيف حالك تمرونا باشي انت ودول اه انا لا مش راح بتكمش اشي بس ركزوا معاي وصن شوك شوفوا هاي العينة العشوائية ركزوا معاي شوفوا كيف حيتغير الاتيتيود تبعوا شو اسمك شاكر سيدي شاكر الجنرال شكورة شكورة حبيبي احكيلي انت لما شفتني اول ما شفتني اه شو خطر عبالك رهيب رهيب يعني مش واحد تافه زي راح يحكي راييو فيك احكي احكي راييو انت يعني حدا عظيم وكبير هيك ولك هيبتك وكريم يا باي شو كريم يا باي شو بحسك كريم يعني فهم علي انت من النوع اللي هيك بسخة وبعطي بخشيش عشر لرات اقل اشي في الجهوة فاهمني انت صاح يعني كريم ما شاء الله عنك هذا هو الحب حبني من غير ما يعرفني حبنيك لحق له من الله من الله حبني شكورة هاي زي ما بقولوا اول والغيثي قطرة طويل العمر يطول عمرك ويزهزق عصرك ويمصرك على مين يا عديك هاي استاذ تمرني باي اشي يا كبير المنطقة وكبير المنطقة حاليا حاليا مش ناجسنيش يلا اقلب حاط باجلب باجلب يلا شفتوا كيف ايو عشر لراتي كيف لو عطي خمسين هاي هاي هاد البني آدم شو بيعمل هون مالكة بنت الحلالة شفي انتو بتحركوش مين هات مين هات شو مالك انت اه مش هون الله حدا يقول لي مين هات مالكو هاد ورد ابو عرب زلمة ذكوري متسلق متملق متفلق معاكثي المصاري معاكثي المصاري معاكثي المصاري لا هاد لي فهمتو ولكم هاد البني آدم شو بدي احكي لكم عنو هاد وصولي وبيس بدو مصلحتو عشان يصير نائب مستعد يعمل أي اشي عشان يصير نائب بدو يصير نائب اه انت عارف انو سندرا اتجرتو القهوة عشان يعلن عن حزبو من هون كيف سندرا بتأجروا القهوة نعرف يعني فعن نائب تخلف شو بيعمل هنا نعرف فهمت علي أستاذ ابو عرب والله لأ عطيني الزبدة يعني أنا عطيتك مجموعة أسباب اللي بتأهلني أكون الخيار الأمثل والمناسب إنه أمسك حملتك الانتخابية أول شيء لأسكون قرابت عش أمسك حملتي لأني أنا قرابي بمثقش فيهم فضق في الغريب يا حبيبي بحلاك اسمع أنا بحب بقول لك أهلا وسهلا فيك في حزبنا أهلا وسهلا فيك في تجمعنا اتفقنا يعني بق اسمع أنا بقول لك أهلا وسهلا فيك أستاذ متخلف إمتا سوي جادي إنتي أستاذي اتفقنا طيب آخر مرة تترك يدي في الهواء أنا آسف آخر مرة أنا آسف جدا أهلا وسهلا فيك في حزب المستقبل الأسود ولقم إن شاء الله بتمسك إدارة مدير حبلتي رح أكون عند حصن ظلم يا رب أنا واذق فيك ويسألوا الكثير يقولون لماذا أسميته بحزب المستقبل الأسود الاسم مش تريندينج مش براند أنا بقول لك ليش ببساطة لأنه المستقبل أسود مئة ولأنه الأسود ملك الألوان ولأنه الأسود بالساعات حلو بالسيارات حلو بالجاكتات حلو ببراطينة جنزة حلو الأسود ملك الألوان الأسود يليق بك الأسود حلو حتى في القلوب صح عليك أنا بدي أعمل حزب اللي في هذا الحزب يحس حاله أهم من أي واحد تاني موجود في البلد روحة روحة أستاذي أنت مع مين عم تحكي؟ لك بحكي مع الجماهير العريضة عنده عشرين ألف على اللايف يا جاهلة وانوكمل فيش شيء يصبح حرية حنرجع نعمل أحزازي ما بنعمل مجلس نواب قريبي وصديقي وأخوي وأشيرتي وكذا وانت مش حر انت بتنولك بيسموك على كيفه بتمشي مش عارف ليش عندك أربع أدين وأربع أجرين بتقدر تحط إصبعك بالفيش؟ لا ممنوع ليش؟ لأنك بتقضي حالك لأنه حتى لما تمارس حريتك وأنت صغير بتعمل أشياء انت مش فاهمها فت على المدرسة شو عملوا فيك؟ جعادوك في درج ما هم أحرر بتا تخرجت من المدرسة مش مهم انت مين؟ عطوك رقم رقمك بالتوجيه 67.8 بتطع لك بدرسيك أو هيك بعدها بتخرج من جامعتك على البطالة انت مش حر حبيبي انت بتهيألك الحر سرطان يصيبوا الفكر والروح دير بالك منه صح يا سلام عليكم الله أنا بريدي إياك تفهم انه انت ممكن تكون مش حر ومستفيد أنا رح أخلي للاستبداد قيمة صح الله عليكم صلا الله عليكم أستاذي طبعا أما بالنسبة للمرأة فالمرأة يجب أن تحصل على حقوقها كاملة أسبن عنك حقها في الحياة في العمل في التنقل في أجور متساوية مع الرجل حقها بتمثيل سياسي بتمكين ديمقراطي بتمكين حزبي حقها أنها تكون رئيسة حكومة وهذا كله في المشمش أستاذي يا عليك حريشي شوناك أستاذي أستاذي كذا إذا في المرأة تروح تأخذ حقوقها عنه في مجتمع ذكوري وذكور فلنستفيد من ذكوريتنا طبعا الله عليكم أستاذي أما بالنسبة للشباب لا تغموني إذا كنت خارج حزبي حزبي حشغلك حزبتك حشطه بمخالفاتك ستجعلك تشعر أنه وراك ظاهر وراك سند في حدا واقف معك اللي هو أنا إشفي ليه الشباب عم بحكي عنهم ليه عم بزقفوله عم ببعتوله إيموجيز تزقيف طيب كامسوير بصير ما تكطعيني وأنا مسترسل بصير ما تحكي لي ما تكطعيني بكر هاي الجملة أستاذي فكرك منا هاي كلمتين بص حظيتهم خليها أتبعهم ونخلص طيب ماشي أوكي أوكي طيب لا 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 مش مشكلة مش مشكلة أنا متعود على هاي المواقف طيب أنا رح أعمل إشي حكي لله رح أناقشك يا الله عيشي شو مشكلتك مشكلتي إنه أفكارك رجعية وذكورية أوف وكيف استنتجتي إشي أنا حكيته بعض مثل ثاني شو هالآيكيو المرتفع 323 هذا ما هذا؟ ما شاء الله آآ أنت من النوع اللي ما بتفهم عم بحكي لك إنك رجعي وذكوري صحيح وأمثل المجتمع اللي أنت عايش فيه فبدل ما تصبي جام غضبك علي روحي على مجتمعك واجهي آآ أنت من هدول الناس اللي أصلا الحوار ما بينفع مع أشكالك الله الله طبعا نعطيها حوار نهاء نعطيها مجال نها تحاور فبتغرب لأنا هجباني منجوب لأنا خايف لأنا مش قد إن هتواجه المجتمع الذكوري صح فبتحاور إن هتواجه واحد بحكي إنه ذكوري روح يواجه اللي مخبي وعمل حاله محترم يا حبيبي الله يا سلام عليك أستاذي يا سلام عليك روح روح أبدع شو رأيك نعمل شعار الحزب هيك على مقات على قلام همح حيات يعني يكون مطبوع إيش الفكرة هاي ما لك أستاذي إيش الفكرة هاي حلوة عجبتك؟ بطلع منك بطلع منك شكرا وإن اللي كنت مستخبيك على آخر حلو حبيت عمل لي سامبلز ألفين من كل واحدين تمام حلوة بس يعني إنت عارف يعني أنا بحتاج شوية لا بارب بارب أنا أصلا مشكت الجاكيت قبل أنت تحكي أصلا تشتغل ماي لأنك بتحبني الله يتساعدك أستاذي خد يلا روح أمس الله أبو عرب بقى الله أعطيك العافية يا كبير أنا كنت والله نائق كنت صاحي وسامع كل كلامك لكله حكم وعبر خاص اخرس اخرس بتاع الباب طويل لعمري طويل عمرك ويزهزع عصرك ويمصرك على مين يا عديك يعني لو عشرة في عشرة في عشرة بجيب حق التلاجي لأمي شاكر هدا فيديو أبو عرب عال بكسر الدنيا الناس عالكم انت عاد تحكيلو يا زعيم ويا ويا معلم يا رخيص بسبل الله أقلب منك ممكن أقفهم أنا ليش مش قادرة أستطيع الحزبية مش مستوفي للشروط لا مستوفي مستوفي ومنيح كمان 300 اسم 300 هوية 300 توقيع ومقر شو بدك وال300 هدو ليش كلهم 3 ارباعهم قرايبك يا أخي أنا وقرايبي متوفتين فكريا عزوتي وأنا من مدرسة سياسية واحدة معلم هذا الحكي لما تكون رايح على جاهة على عطوة متجا يتسجل حزب هيك حزبك مناطقي وهذا الحكي ما بوضبط بوضبط لا ما بوضبط 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 لي عالك شوي اسمع بتروح بتقرع قانون الأحزاب وبترجع لي لا أنا هيك لازم أغير طريقة قطابي كلها هالقصة طلعت طويلة وعريضة ومعقدة أبو عرب ليش شو قالوا لك؟ كل شي بنحل اقرأ ده لا لا ول 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 شوف شو هاد يا حبيبي يلا شو أعمال حكي لي بسيطة كل شي محلول سيلي شوف لازم يكون عندك 20% من المنتسبين لحزبك من الشباب يعني بعمر 18 ل 35 مراهقين أنا من عنده تيب مراهقين بسيطة يا أستاذ بسيطة فيديو على تيك توك واحد بلملك إياهم كل إياهاتهم أتيك توانمان لا تكتوك لا 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 ممتاز كويس يعني انت بتقدر تتخاطب مع الشباب وانت ما شاء الله عليك شاب يعني أنا شاب ها طب صور جاهز؟ يلا وزي ما بيقولي المثل حكومة اتهينك ولا حزبي فيدك لا استنى وزي ما بيقولي المثل حزبي فيدك ولا حكومة اتهينك انضمروا الحزب وظبطوا حالكم وصلت ولا أركبلك واصله روعة روعة بالنهاية ممتاز طيب وشوف سيدي كمان لازم يكون عندك عشرين بالمية من المنتسبين من النساء صور ياب صور صور بس شوف هذا ما نحطه على تيك توك على فيسبوك تمام ولأنه أغلبنا اللي بنم يفتحه حزاب مش فارق عندهم مشاكلكم أنا رح عمل موضوع مصلحة متبادلة هفتح حضانة هدفع قروض وراح أحاول إنه المرأة تاخد إجازاتها كاملة وأشغلها للي ما بتشتغلش عشان هيك نضموا لحزبي وخلينا نفيد بعض جد جد مش قادر أفهم كيف البنات قاعدين بيصدقوا لكن بيّن عليه كذاب من سعصه لراصه يعني أنت بدك تظلك هيك متدائقة وبتأكل في حالك بتقري في حالك ليش؟ بتركي يحكي البدو إياه مش نفس الحكي ليه وبيحكي أنت بتحكيه؟ شو فرق؟ وسكت شاكر وسكت ألو؟ نعم شو بدك؟ أش فيديو أبو عرب الجديد؟ أما هو يا أنا انجنت يا الناس كلها انجنت روحي روحي سلام سلام أطيني طائيتي أنت والله أنت كمان جنيت شكلك لا للكراهية لا للحقد لا للرجعية والذكورية كنوا معاي في حزب المستقبل الأبيض عشان يكون مستقبلنا أبيض ومتساوي ومتكافئ يا حبيبتي ايب الله تسكت شوي وبعدين معكو يا إخواني وكل واحد بد يجي يخطب لي في البنياد مين اللي عنده؟ اللي عنده عشرين ألف واللي عنده خمسين ألف مفيش بنيادة ماجع القهوة طلب كهست مرمية حتى ما بزبوطش عظل حكي شاكر عيب عليك هدول جمهوري ما تحكي معهم زي هاي أيوة والآن انتضحت على حقيقتها ضلت تتماسكن لحد ما تمكنت وأول ما تمكنت مهدلته ودعت الناس بأنهم أملاكها لا تردوا حزب المستقبل الأبيض مثالية كذابة أول إشي مش مثالية كذابة ثاني إشي أنا كثير بحترم شاكر وحياتي ما رح أهينه أنا بحترم شاكر أكثر من أنا بحترمه أنا احترمته عشرتين احترمه طيب يا جماعة محلولة محلولة أنا في عندي طريقة نعرف مين بحترم شاكر أكثر ونعود إليكم بالمناظرة الحزبية الأولى لقوة الحرية شاكر بين الإهانة والاحترام أستاذ أبو عرب المخضرم يتفضل أولاً موضوع شاكر موضوعه بسيط جداً أنا شاكر بدي أتزوجه مش أتزوجه كفكرة أزوجه في المجتمع أزوج مهاراته بعمله بيدخله وأزوجه كشخص أنتوا يمكن بتشوفوا شاكر وطن لكن أنا بشوف شاكر وطن لو أنت يا أستاذ أبو عرب شايف شاكر وطن أنا شايفيته عالم شايفيته الطبيعة والبيئة والنقاء شايفه شايفه فيه براءة الأطفال وإحنا طاعون أفعال مش زي الإشكالات شغل بس حكي شاكر بيعاني من أثبات مالية أستاذ أبو عرب ياريت لو نبدأ معك أو نبدأ مع الأنس النور عشان لديز فرست نبدأ مع الطفرانين قلت الرد رد ولكن في حزب المستقبل الأبيض يا شاكر إحنا راح نضربك راح نوديك على التدريب المهني وعى المؤسسات ونطلعك على سوق العمل ونجهزك وبس نطلعك على سوق العمل لما إحنا إن شاء الله نصير في مجلس النواب راح نطالب بأنه الأجرة العامل والحد الأدنى يرتفع فكرة منيحة ممتازة أبو عرب ردك رجاءن لا يعلم ما يعني يعني خمس تلاف دينار وإنت سوي لي بدك يا شاكر إذا مشكلتك بالمصاري المئة وخمسين دينار عندي خلص أنا راح أعطيك ياهم هيعطيك العافية أستاذ أبو عرب ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك عن جد أنت خلص هتحلل لي المشكلة بإيش؟ بالخمس تلاف دينار ههلل لك يا طبعا آه تمام آه بس أنت بدأت الخمس تلاف كاش أولي شي من نسجل للحزب هاخد الموافقة نفتح باب التبرعات يتفرعون للشركات يصير معانا مصاري بعدين بعطيك أنا بقدرش أعطيك من جيبتي لأنه يكسر في رشوة هستاخد من الحزب لسه ما صار معانا فلص بس نور الملح بس نور الملح بس نور الملح فلمش فلمش نور نور يعطيك العافية ما شاء الله كلامك يخرب بيت وما أحلى عن جد بالفعل خطاب القاء كذا إشي وح ليش عتع كتير المية وخمسين ليرة اللي حتعطيني إياهم كيف بس بعست عوجه صح؟ لا ما قولك المية وخمسين ليرة اللي حتعطيني إياهم يعني ما شاء الله عني آه 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 اسمع شاكر بالنسبة لهذا الموضوع أنا صراحة ما بعرف كيف طلع معاي ما بعرف كيف حكيت لك هيك يعني أنا ما معي مصاري صراحة أنت فاهم علي صح؟ أنا هلأ لازم أطلع عشان أكمل إجراءات لوراق تبعوني الحزب تمام؟ يلا سلام سلام شو يا شاكر؟ زهل أقولك الجوزش كلهم آه؟ آه والله يا عليك ما هو الحق عليك يا شاكر كمان؟ حت بصدق هدول؟ ما شو اللي حت بصدق هدول؟ أنا طلع فيدي شي أعمل وما عملتوش يا عليك شاكر في بيدك إشي بس إنت إيش؟ افتح لي بخك معاي شوي آه؟ موسيقى 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 أيها الناس لا تردوا على الإثنين فالإثنين كاذبان كاذبين لو بدكم المستقبل الصح الإكسلنت تعالوا معنا حزب المستقبل الرمادي حزب له تاريخ وشكرا لكم موسيقى ومنتقابل في المعترك السياسي وإحنا جمدينا يفسح هيك يفسح أنت يعطيكم العافية جماعة بس أنتو عارفين يعني الشغل شغل يعني فيا ريت لو تزبطولي الحساب يعني هيك وتمشوني على السريع يعني طاق طاق طاقية خبر وخبرين ومية جايب حاليب ويمسون شهورات ومعرامية دبع معنا على الأخبار وشوف الخلطة السحرية وضع البال الزوك الزوك وضعهم العابية لا فساد ولا بطال ولا فكر ومحسوبي وضع المواطن عال العال والصحامي زيبك من طول السيرة وحط الفنجين وصيني وشيل الغل لا يعاني الغاز وصب الكبير في جهوة مغلية مظبوط في جهوة الحرية